غالبا ما ينجذب الجميع إلى راقصة الطنورة لكن ما قد يلفت انتباهك أن من يقوم بها هذه المرة امرأة هناء مصطفى اختارت أن تصبح راقصة طنورة منذ 17 عاما بعد أن كانت عضوا في الفرقة القومية للفنون الشعبية من أنا كنت في الفرقة فطبعا بتشوفي الطنورة كتير جدا فبعدين انتبهني أني ما فيش بنات طب ليه ما فيش بنات يعني في حاجة محتاجة أن البنات ما نكونش بتلف طنورة يعني فريت إن ما فيش أي حاجة طريق إن أنا أتعلم الطنورة يعني فحبيت أخذ التجربة وحبيت إن أنا أتعلم الطنورة بصراحة ما كانش في حد الأول دعمني بيبقى إن أنا بنت يعني فما فيش حد كان مديني لأن لازم يكون في مدرب يعلمني يعني وأنا بلف ما بقى باش حاسة بكل الحوالي فعلا أنا كل إحساسي مع المزيكة اللي أنا شغالة عليها يعني تحس كده مثلا أن أنت إيه طائرة ما بين السماء والأرض مش حاسة بحد ظل رقص الطنورة حكرا على الرجال لعقود طويلة لكن هنا تخطت جميع العقبات لتحترف هذه المهنة لقيتش صعوبة بصراحة في تعليم الطنورة هو معروف إن الطنورة محتاجة حاجة اسمها كسر دوخة إن أنت بتلف مثلا وقت معين لمدة يعني أسبوع شهر على حسب إنت استجابتك للموضوع لحد ما تكسر الدوخة بس سبحان الله يعني الحمد لله أنا عندي موهبة من الأول إن أنا من أول مرة لفت طنورة لفت ساعة بالزبط وقفة أنا ما دختش ما حسيتش بأي دوخة عقبة الثانية هي الناس أكيد شايفها عقبة لإن الطنورة تقيلة مش خفيفة أول حاجة الناس لما تشوفني لابسة الطنورة يقول له أنت لابسة الطنورة دي كم كيلو فهي مما بين 15 لحد 25 على حسب الميزان اللي عدة إحنا بنعمله قد إيه هي تقيلة مش ما بقولش إن هي تقيلة بس تريبا عشان أنا حباها فحاسة إن هي مش تقيلة نجاح هنا في مهنتها واستمرارها قد يفتح الباب لأخريات لاقتحام عالم رقص الطنورة فكرة أصلا إن أنت تقف تلف فترة زمنية معينة وتقف في الآخر كده ثابت ولا دايخ ولا فيك أي حاجة الناس أصلا يعني بتستغرب بالموضوع ده فلما يلقوا بنت والحمد لله يعني الحمد لله بعد شغلي كمان بيبقوا مبهورين بيا جدا 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 أتنورة رقصة مستوحى من الطراث الصوفي ترمز بحركاتها الدائرية إلى حركة الكون وبمرور الوقت أضاف لها المصريون سمات مميزة كالزخارف واستخدام الدفوف فأصبحت جزءا من الفلكلور الشعبي دعاء فريد اي سي تلي